على ذكر التحكيم كان اختاروا بقى طاقم تحكيم من بنين الحكم من بنين دي جندوا لإدارة مباراة الأهل وساندونز يعني مباراة قيلة والكل بيجمع على أنه هي ديت نهائي مبكر ولذلك تلاقي طاقم حكام جديد من بنين والأدهش بقى والأغرب أنه في غرفة الفار حكمة من موريشيس نفس الحكمة اللي حطوها في مباراة الأهل والتحاد العاصمة في الصوبر يعني بتتحطي للمباريات الكبيرة مع نقص الخبرة حتى في موريشيس والحكام ماتشاة الأهل ومعها مساعد في الفار عادل زوراق من المغرب الأهل وساندونز يا جماعة المباراة منظورة دائما للإسارة والنتائج للناس قد تعتقد قد تعتقد من أول واهلة أنه ساندونز عنده تفوق على الأهل لكن الحقيقة لاتنين لعبوا مع بعض في تاريخ المواجهات 14 مباراة الفوز للأهل وما فيه فريق في أفريقيا قاطبة إلا ونتائجه المباشرة مع الأهل التغلب فيها أو التفوق فيها للأهل مفيش فريق في أفريقيا واجه الآلي إلا أنه الأهل تاريخيا هو اللي عنده العدد الأكبر من الفوز عليه الآلي مع ساندونز 14 مباراة الأهل فاز في خمسة وفي ساندونز فاز في أربعة وتعادلوا في خمسة تعادلوا مع تساوي في عدد الأهداف يعني الأهل يسجل 19 هدف في شيباك ساندونز واستقبل منه 19 هدف برضو النتائج فيما بينهم كلها إثارة الأهل بيتوى كتير على حساب يمكن دور أبطال أفريقيا 2001 في الزهاب في جوهانس بيرج واحد واحد وفي القياب 3-0 للأهل في القاهرة وكان بطل السيزون ده سواء مع ساندونز أو كمان مع كايزر تشيفز في السوبر خالد بيبو مدير الكرة الحالي الحقيقة القيام التسوقية للأتنين بتعكس الندية الكبيرة اللي بينهم لأنه بينما الأهلي قيمته التسوقية 30 وكسر مليون دولار ساندونز قيمته التسوقية 29.63 مليون يورو يعني الأتنين قريبة جدا من بعض أو متساوية تكاد تكون يعني أعلى قيمة تسوقية في الأهلي هي للشناوي أو لأليو ديانج وأعلى قيمة لبيتر شلوي لداء المهاجم النميبي 30 سنة قيمته 2.5 مليون يورو هو مصاب عنده إصابة في الكاحل بيعالج منها التقرير الطبية من جنوب أفريقيا أنه عنده صعوبة كبيرة في اللحاق بالمباراة لكنه هو وكسر البرازيلي صنع اللعب الجديد الاتنين هداف الفريق الاتنين كل واحد مسجل 10 أهداف في آخر 11 مباراة فبالتالي عندهم تأثير كبير ولذلك إصابتهم خلت المدرب يقولك أنا بصلي ليه ونهار أنه الاتنين يخفوا ولا يخش في دماغي بباطل هذا الكلام لا ليه دعوة من الناقص ومن الـ سيدة برمحة يقولك حاجة إحنا لعبنا سيمبة لا فيه شلويلي ولا فيه بقليلي واخد بالك وسيطرنا مش كده وفيه ناس مبسوطة من أداء الفريق مش مبسوطة من نتيجة فكرة القدم في الآخر هتعترف بإيه اعمل اللي عليك وخد بالأسباب والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى بشرط إن محدش يأثر على نتيجة المباراة خارجية يعني مليقش تحكيم بقى لا بار ولا حكم ملعب عايزين العدالة العدالة تطبق على الجميع طيب الآلي بينما ينافس على اللقب الأكثر تتويجا في العالم في البطولات القرية نجد إنه سانداونز عنده رقبين عنده بطل دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة وبطل كاس السوبر الأفريقي برضو مرة واحدة فيه فرق زمن كبير بين التأسيس الآلي 1907 لكن سانداونز 1970 يعني فرق كبير بينهم الحقيقة سانداونز حاليا بيحتل صدارة الدوري في جنوب أفريقيا عنده 24 نقطة من 8 مباريات فاس في 8 مباريات ما بالتالي عنده جهزية سنادي لأنه كمان دعم صفوفه بعناصر كويسة خاصة خط الهجوم الوسط سجل 17 هدف واستقبل 3 أهداف فقط في 8 مباريات الأمر يعكس أنه الفريق في أفضل حالات هيا باش مانس طب ممكن لأسألك سؤال لا تفضل يعني 18 هدف فيها شلويلي ولا براه لا فيها يعني شوف هما يعني شلويلي مسجل 7 وصنع 3 والتاني والتاني 7 و3 أنت برضو هتجد نفسك الأهلي دائما هو صاحب الغزارة التهديفية في الدوري المحلي والإفريقي والإفريقي أنا أنا شوف لو الأهلي هيؤدي مستواه أنا مش الآن بإذن الله يعني طيب اللي بين الاتنين بينه محترام كبير ويمكن تفتكروا أنه بيتسو موسماني مدرب سانداونز هو المدرب الوحيد اللي الأهلي جابه من جنوب القارة أو من أفريقيا السمراء كمدير فني للفريق جي من بوابة سانداونز وجي من خلال نتائجه الطيبة والفريق القوي اللي كان عامله مع سانداونز ونجح في الأهلي نجاحات كبيرة في دور الأبطال المدرب الحالي رولاني موكوينة ده المدرب الوطني اللي بيقود سانداونز الرجل بيأكد على أنه مباراة الأهلي مع سانداونز دايماً ما بتشهد ندية كبيرة وقال لك الفريقين كبيرين واللقاء بينهم مسير قال أنه الأهلي بيمتلك العديد من اللاعبين المميزين شأن سانداونز وقال أنه الأهلي شفت له بعض اللقطات من مباراته أمام سينبا التنزاني قال لديهم لعب أيضاً دربته في بدايته يقصد بيرسي تاو وقال لك ده لعب رائع جداً إنما مواجهته لذلك هتكون مباراة مسيرة لأن كل فريق أكيد هيقدم أفضل ما عنده في هذه المباراة في نسبة بيرسي تاو بيرسي تاو لحد التوقف الدولي كان حديث القرى الأفريقية حديث مصر اعتزل ظروف عائلية بدأ الهجوم الضاغط عليه في جنوب أفريقيا إلى درجة قاسية جداً وكانت استجاباته بتوحي إنه تأثر بهذا اللجوم لدرجة إنه كان عايز يعتذر برضه قبل سينبا لظروف العائلية مع النادي الآن بيرسي تاو يبدو إنه هو من اللعيبة اللي بيتأثر معنوياً لأنه كان بدنياً وكان فنياً رائع حتى المطش بتاع خمسة اثنين سنة الفاتتة هو عمل مطش رائع هنشوف بيرسي تاو ده ولا هنشوف بيرسي تاو بتاع سينبا نتمنى أن نسترجع في ستاو فزين اللقاء هو بقاله مطشين؟ ما أنا بقول لك هو راح المراضي في ظل هجوم من بني جلدته عليه فأنا مش عارف هيعمل إيه ومش عارف كلها راح يفكر إزاي في المطش ده فيما تعلق به إحنا كان عناصر التفاق عندنا كان فيه رباعي مرعب تاو والشحات وكان إمام وكان كهرباء وكان هاني ومنعم وماسي وطبعاً وشناو نبص نلاقي هاني مش نفس هاني نبص نلاقي من بعض الطرد بتاعه نتمنى أن نسترد نفسه أنا معديش مشكلة أوفاني بإذن الله يسترد الشحات برضو محتاج أن نسترد نفسه هو مش وحش بس مش الشحات المرعب عشور مش موجود تاو أدي إحنا شايفينه متى نسترد تاو؟ هذا الرباعي أو الخماسي طب مروان عطية أين مروان عطية؟ نتمنى أن نسترد مروان عطية يعني برضو مش مسألة أن اللعبة تبقى موجودة لأن تبقى موجودة بحالتها الزهنية والبدنية طيب برضو كيفين جونسون يا جماعة اللي جي مع بيتسو موسيماني كمساعد ليه دلوقتي هو المدير الفني الكايزر تشيفز فبالتالي هو موجود في المسابقة الجنوب الأفريقية وهو حافظ الآله بحكم أن نشتغل هنا الفترة بتاعة بيتسو موسيماني فسألوه هناك يا مستر جونسون إيه رأيك في المباراة؟ قالك أول مرة تبقى المسألة بالنسبة لي صعبة التكهن وأنا شايف أن المسألة لاتنين ما فيش اختلاف كبير بينهم لأن الأهل نادي القرن في أفريقيا يدرك جيدا أنه بيلعب لتحيي البطولات وصندونز عنده دوافع هو راخر وصعد كمان بجدارة لهذا الدور قال أن الاختلاف فقط في وقت موسيماني وحين قالك أنا كنت مساعد ليه أن الأهل كان عنده ساعتها الجيل مستمر من فترة لكن مع كولر ظهرت بعض التغييرات حدثت بضم مهاجم جديد كما أنه عمر السلية كان لعب أساسي معنا لكن دلوقتي ما بيلعبش كتير حمد فاتحي انتقل ورحل إلى قطر لكن قال إن فيه تجديد لدماء الأهلي وملحوظة جدا أن العقلية بتبقى واحدة في الأهلي مهما اختلف اللاعبون يعني هو طبعا الراجل ده خلي بالك ومشي برضه لحد النهاردة فيه سر وراه مشاينه مش راده يفصح بس تشعر إنه مكانش مبسوط وماشي كان يرسه تكمل بس على فص عيني زي ما بيقولوا فأنا رايح مع تحليله اللي قالي المرة دي رايح بجيل مختلف في عدد كبير منه نتمنى إنه نشوف مباراة جايدة حتى لو كان الساعة ضدهر الغيابات زي ما قلت لكم إنه سانداونز عنده ثلاث غيابات عنده البرازيلي لوكا ستربيرو وعنده الناميبي بيتر شلولي وعنده المدافع اللي اضطرد مفالا على فكرة مفالا اضطرد في الدقيقة التالية على طول من المباراة اللي فاتت مع بيترو أتلتكو فبالتالي هيغيب عن مباراة بيريتوريا ويرجع لهم في مباراة القايرة وهو المدافع الأساسي عندهم خل المدرب بتاعه رولاني موكوينا الراجل قالك أنا بلتمس له العذر لإن أنا وانا لعب يا ما ارتكبت أخطاء أكتر من مفالا فاشتراك عنيه في توقيت بدري الحاكم أمطرده يعني له خايف يخش فيه جنب مبكر يعني أي وأنا شفت الفريق بتاعه بيترو أتلتكو الحقيقة عمل لعب وعي في جنوب أفريقيا أداء وكان أفضل كتير مش عشان نقص العدد بس أي الوعي بس تحس إنه حافظ حافظ يعني أما بيجي أعمل وان تو سري بتتعامل بشكل فيه ميكانيزم أكتر منه إسغلالة لموقف فبتتعامل أحيانا واللعبها مش متحركة فكان بسهولة جدا بيقطعها يعني أنت بتعمل وان تو سري لما اللعب يضغط عليك تروح ايه ايه ضريبهم وروح في فرغات وكاتل هجمات المرتدة بالشكل خطورة داهمة عليهم يعني لكن في الآخر هتقولي جنوب أفريقيا عشر أفراد بس أنت جنوب أفريقيا ووف ملعبك وجاي كاسبان ما قدرتش تحقق حقك في الملعب دا فإحنا مش عايزين برضو نتظر فكرة الفريق الذي لا يقهر معايا أنك إنت يعني أحيانا الأمور بتتصور أن دا الأشكيف المخيف عشان إحنا لنا تجربة سيئة في الملعب دا مرتين خلال خمس سنين أقل من خمس سنين مش سهلة مش سهلة ونتائج كبيرة وإن كانت المباراة التانية خمس سنين دي لأ كان لنا تواجد إحنا جابين جلين ومضايعين جلين كان ممكن الدنيا وتمشيش كده الماتش الأولين الكاريسي وأي ماتش تخش فيه بنتيجة تقيلة كده هو كاريسي مش عايزين نلعب طبعا أي حد هتكلمه دلوقتي يقولك لو طلعت متعادل سلبيا حتى مش إيجابيا طبعا أنت عملت اللي عليك يبدو هذا كلام جيد يعني بس الخوف بقى أنك أنت من كتر للانكماش ما أنت مع موسيما أنت روحت لعبت دفاعي بس خدت لك جلين وراء بعض من شطات من خارج التمنتاشر يقلبو لك التاجتك على طول طبعا نفسك بتندافع وعايز تعاوض أهم حاجة أنك أنت يعني لا تستقبل أهداف هذه المبرأة